المدينة المستدامة بدبي أول مجمع مستدام بالكامل في المنطقة المقيمون فيها يسافرون إلى المستقبل عبر تجربتهم مع روبوتات ذاتية القيادة والتي تنقل وتسلم طلباتهم الجاهزة من المطاعم والمحلات التجارية في غضون 30 دقيقة هي المدينة المستدامة مصممة بطريقة مهيئة لتستقبل هذه التقنيات خصوصي مثل مشروع الروبوتس اللي هو بالتعاون مع مختبرات دبي للمستقبل لأن المدينة مصممة بطريقة تكون خالية من السيارات فهذا الشي يعني هذا الشي يعطي هذا المشروع بيئة آمنة للسكان وحتى لها دول الروبوتس نقدر نختبرهم نشوف كيف ممكن يتحركوا داخل المدينة كيف ممكن يخدموا السكان بطريقة صديقة أكتر للبيئة وآمنة أكتر للسكان الروبوتات مشروع تجريبي طور في مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة هذه الروبوتات مصممة أن تقود بنفسها داخل الأحياء السكنية تشوف كل شي حواليها تعرف وين تروح وين تجي والهدف منها يتوصيل وزيادة كفاءة نقل الطلبيات في داخل الأحياء السكنية كانت هذه من ضمن مبادرة الشيخ محمدان بن راشد للأتمة والروبوتات التي تم إطلاقها مقدما المشروع إضافة جديدة لمسيرة تطوير التقنيات واستخدامات الروبوتات في مجال النقل والشحن والخدمات اللوجستية في دبي يؤكد ذلك ريادتها كواحدة من أفضل مدن العالم في توظيفه التقنيات المستقبل